بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين طاهرين اليوم رح تكون محاضرتنا خاصة للإجابة عن سؤال الامتحان وإكمال ما تبقى من التمثيل الهندسي للأعداد المركبة تمثيل البياني أشكال أرجانت والصيغة القطبية للعدد المركب لذلك محاضرتنا اليوم يعني رح تكون محاضرة دسمة إن شاء الله ما يخص سؤال الامتحان واحد ناقص اثنين آي هو أحد جذري هذه المعادلة المطلوب إيجاد قيمة أي تنتمي إلى آر وما هو الجذر الآخر محمد حسين شلون أبدي في حل السؤال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعوض البداية للأكس واحد سالة بكين آي إذن السؤال يحل بطريقين أما التعويض باعتبار أن أي جذر من جذور المعادلة يحقق تلك المعادلة عباس ميتان بابا سد الكاميرا أي جذر من جذور المعادلة يحقق تلك المعادلة أو استخدم الطريقة الكلاسيكية فأنت سأشي عجبك أن نعوض له الطريقة الكلاسيكية أنا عوضت إذا أعوض فماكو مشكلة بس هنا لازم أخلي ببالي بأن هذه الأي هي تنتمي إلى آر فإذا أريد أعوض يعني رح يصير عندي واحد ناقص اثنين آي تربيع ناقص أي ناقص آي في واحد ناقص اثنين آي زائد خمسة ناقص خمسة آي يساوي صفر هذا إذا قررنا التعويض المباشر زيان عوضت وبعدي إذن واحد ناقص أربعة آي زائد زائد أربعة آي تربيع أربعة آي تربيع ناقص بما أن الأي ينتمي إلى آر في هنا أيضا رح أوزع يعني شو رح يصير عندي يعني أستاذ أنا حوضت الأي مناكو جبت الخمسة بداية عزين ماكو مشكلة يعني معناها رح تقول زائد خمسة ناقص خمسة آي وهذا كله رح تحوله إلى الطرف الآخر يعني معناها أي ناقص آي في واحد ناقص اثنين آي ماكو مشكلة يعني هذا كله رح تبرى حد واحد إشارة سالبة تحوله هناك صار موجبة زيان بعد إش رح يصير عندي أستاذ الصير هاي الأربعة آي تربيع صير سالب أربعة يعني هو الواحد سالب ثلاثة ناقص أربعة آي زائد هذا خمسة ناقص خمسة آي ويساوي خمسة ناقص آي نعم هنا رح يصير عندي آي ناقص آي ناقص آي ناقص آي وزائد اثنين آي تربيع زين الطرف الأيسار أكيد رح يصير عندي اثنين ناقص تسعة آي ناقص تسعة آي الطرف الأيمان رح يصير عندي اي ناقص اثنين حتى أعزل الحقيقة عن التخويل زائد زائد واحد سالب ثلاثة آي زائد سالب آي يعني معناها ناقص واحد والآي برة إذن سالب ثلاثة ناقص واحد والآي برة يعني عزلت الحقيقة عن التخويل إذا تساوا عددياً مركبياً فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخويل يساوي التخويل يعني معناها الأي ناقص 2 يساوي 2 يعني معناها 4 إذن هنا الأي رح يساوي 4 وإذا أريد أخذه بالاتجاه الثاني فرح يصير سالب 2 أي ناقص 1 يساوي سالب 9 يعني معناها سالب 2 أي يساوي سالب 8 الأي هم رح يطلع 4 يعني أخذ الأولى أو أخذ الثانية ماكو مشكلة نفس الشيء فأخذ وحدة منهم فقط إذا صارت المعادلة إذا صارت المعادلة طلعنا قيم أي إذا نبت طلع الجذر إذا أكثر بإحصارة ناقص 4 ناقص I X زائد 5 ناقص 5I إذا صارت إذا صارت قيمة أي إذا أريد مني الجذر الآخر لازم شاوي الجذر الآخر أستاذ نعوض نكتب X تربية ناقص H زائد K زائد أنا غير أفرض H والK إذن هنا رح يصير الفرضية رح يصير عندي H من هو هو 1 ناقص 2I هذا رح أعتبر أحد الجذرين إذا أنا منعوضت بالبداية هذا ما اعتبرت H اعتبرت X زائد إذن معناها الكي هذا شو رح يصير عندي مباشرة هذا رح يصير الجذر الآخر زيان بس تقولي رح أكتب المعادلة شن المعادلة القياسية X تربية ناقص واحد ناقص 2I هنا هنا أكتب القانون العفو H زائد K في X زائد H في K K يساوي صفر من أجي أقار نوية السؤال X تربية ناقص 4 ناقص IX X زائد 5 ناقص 5I 5 ناقص 5I تساوي صفر طبعا اللي بادي بهذه المعلومة اللي بادي بهذه المعلومة فهنا عنده هذه مجهول فإحنا قلنا نبدي بالمعلوم ونتهي بالمجهول فرح ناخد H V K يساوي 5 ناقص 5I استخرج قيمة K وبعدها رح أقول H زائد K يساوي A ناقص 4 واستخرج منها قيمة A لكن هنا المجموع معلوم والضرب معلوم فبكيف أريد أخذ الجمع وحده أريد أخذ الضرب وحده فش يعجبك سناخذ الجمع إلى الجمع هنا رح يصير H زائد K يساوي 4 ناقص I زين H هو 1 ناقص 2 I زائد K ويساوي 4 سالب I أربعة ناقص I إذا معناها K هذا شو رح يصير عندي 4 ناقص I ناقص 1 ناقص 2 I حاولت أربعة ناقص I زائد سالب 1 زائد 2 I يعني معناها الجواب رح يصير عندي 3 زائد 1 زائد I زين انتهى حلل السؤال السؤال طبعا مثل ما قلنا يحل بطريقيا أريد هنا ما عوض تعويض مباشر بأن هنا رح أكتب القانون أفرض أحد الجذرين اللي هو 1 ناقص 2 I جذر الآخر K أكتب القانون وأكتب المعادلة جواء أم A رح أبدأ بحاصل الضرب أعوض H رح أستخرج K وبعد أنتهي بالجمع H زائد K يساوي A ناقص I أيضا هنا A رح يطلع بالنهاية أربعة وبالبداية رح يطلع للجذر الآخر هو ثلاثة زائد I إذن كل الطرق تؤدي إلى 100 قبل ما أنتقل إلى إكمال الموضوع أريد أروح أسوي فجز زيارة إلى الأسئلة الوزارية لهذا اليوم يعني هسا هنا هذه الأسئلة الوزارية خلي ناخذ لها صورة ونشوف سؤال الجذر التربيعي اللي إجي اليوم ودائما نحن نقول الطالب من يتعلم على طريقة التفكير العلمي فبعد ما يخاف من أي سؤال إذن السهناء السؤال اليوم هو هذا إذن هذا سؤال اليوم إذا كان أحد جذري المعادلة وناطيني المعادلة هي تربيع ناقص ثلاثة آي أكس ناقص ستة أكس ذا السي يساوي صفر هو ضعف الجذر الآخر يعني ما ناطيني لا هذا ولا هذا بس يقول لي ضعف الجذر الآخر وديريد مني قيمة سي وديريد الجذر الآخر هدى أحمد إذا عندش فدرؤية لحل هذا السؤال السؤال الوزاري ما اليوم السلام عليكم قل لي أول شي أفرض عندي الجذر H يساوي M أفرض إذا هنا رح أقول نفرض من هو نفرض H يساوي M H يساوي M وبعد أفرض K تساوي 2 M إذا هنا رح أجي أفرض H هذا يساوي M هذا شي يمثل إذا هذا يمثل أحد الجذرين نفرض الجذر الأول يساوي M وجذر ثاني ساوي 2 M إذا هذا يمثل الجذر الآخر باعتبار هو يقول لي أحد الجذرين هو وضع في الآخر بعد أش رح أستفيد من نزل معادلة السؤال المعادلة بالسؤال أسوي عليها فإعادة صياغة وهي تنزل على وضعها لا نعم أساوي أنزل ناقص X ورأ أفتح قوس X رح أخليه من جهة اليمين لأجل الترتيب يعني ثلاثة I زائد ستة ثلاثة I زائد ستة وإذا رح أخليه ستة زائد ثلاثة I ما مشكلة إذن زائد Z تساوي صفر زين القانون ما لأت X تربيع ناقص X Z Z Z Z Z زين إذن رح أختصر خطوة مكان M Z Z Z Z Z Z Z Z يعني معناها رح يصير X ربيع ناقص ثلاثة M طبعا هنا في X زائد شنو زائد اثني M تربيع يصاوي صفر شلون رح أقارن رح أخلي ثلاثة I زائد ستة تساوي ثلاثة M خوش إذن معناها ثلاثة I زائد ستة تساوي ثلاثة M من أقسم المعادلة كلها على ثلاثة يعني معناها M رح يصير عندي رح تبقى M تساوي I زائد ثنين يعني معناها ثنين زائد I هذا أحد الجذرين إذن معناها الجذر الآخر الثنين M رح يصير عندي ثنين M رح تساوي ثنين في I زائد ثنين يعني معناها أربعة زائد ثنين I بعد وين رح أودي هم دولة رح أودي هم بضع أعوض هم بالضرب يعني معناها ثنين M تربيع هي نفس C إذن رح أقول ثنين M تربيع يساوي C الثنين رح تنزل ال M هو ثنين زائد I الكل تربيع يساوي C يعني معناها ثنين في أربعة زائد أربعة I زائد I تربيع يساوي C يعني ثنين في ثلاثة زائد أربعة I يساوي C إذن معناها C يساوي 6 زائد 8 I إذن 6 زائد 8 I طبعا بعض الطلاب قالوا هذا السؤال صعب جدا دولة منهم الطلاب اللي يحفظون الرياضيات أكيد الطالب اللي يحفظ الرياضيات ما عنده قابلية على التفكير نهائيا لكن الغالبية من الطلاب اللي يعتمدون على الفهم قالوا هذا السؤال هو صار أسهل من أسئلة الكتاب باعتباره هنا الجذرين مكشوفة هنا أحدهما ضعف الجذر الآخر إذن هذا ما يقص هنا سؤال الامتحان ما اليوم وهنا خالد سألني قبل شوية قال صفحة ستة واربعين حيدر خالد ياه السؤال الرابع تتسأل علي حيدر نعم السؤال الرابع الأي والبي هنا الأي والبي سهل جدا جدا يعني استضرب إلى المشكلة حيدر الأكستربيع مين جت قانون المعادلة التربيعية شنو مو أكستربيع ناقص مجموعة الجذرين في أكز زائد حاصر ضرب الجذرين يساوي صفحة هذا اللي كتبناه قانون المعادلة التربيعية أكستربيع ناقص مجموعة الجذرين أسمي أتش أيل أسمي أم أيل هنا مثلا راح أقول أتش زائد أيل في أكز زائد أتش أيل يساوي صفحة هذا القانون مالتنا ليس حل نبي سؤال دا يقول لي ما المعادلة التربيعية ذات المعاملات الحقيقية وأحد جذريها أخذنا ملاحظة إذا كانت المعادلة التربيعية ذات معاملات حقيقية فإن الجذرين مترافقان على أن يكون كل من الجذرين جزءه التخيل لا يساوي صفحة فمن دا يقول لي أحد الجذرين هو آي فلابد أن الجذر الآخر منه هو سالب آي إذا أحد الجذرين خمسة ناقص آي فلابد أن الجذر الآخر هو خمسة زائد آي أجمع الجذرين أضرب الجذرين الثاني بالملزمة مكاتب المعادلة رأسا مع وط أنت هنا يفضل أن تكتب المعادلة إذن ما يخص الفرع أي مجموعة الجذرين صفر يعني هذا كل رح أشبق عندي زائد حاصر ضرب الجذرين يساوي صفر أكستر بيع زائد واحد يساوي صفر باعتبار المجموعة طلع صفر وحاصر الضرب طلع واحد الفرع بي المجموعة طلع عشرة وحاصر الضرب 26 فصار أكستر بيع ناقص 10 أكستر زائد 26 يساوي صفر هذا المعادلة لأمانك أستاذ نعم بالنسبة لصفحة 34 و35 نعم شوي يعني الطريقة ما للسؤال أو الصيقة شوي ما فهمتها صفحة 34 يا شؤال المثال المثال هو المثال الأول والثاني والأكثر شيء الثاني ما لها يزيد ها هذه لحد الآن بعد أن اتركتها يعني متعملة تركتها هذه أريد هنا رح أخصصها محاضرة مستقلة بعض الأسئلة ما المعادلة التربيعية بها فكرة مركزة فتعمدت أتركها صفحة 34 وصفحة 35 وانشتر نشوف إذا أردو بعد حتى صفحة 33 هنا المثال الثاني أيضا هنا محشيت بي فبعض الأسئلة أنا تركتها متعملة لأن داري تخصص لها فالمحاضرة مستقلة اللي هي مو ضمن جدول محاضراتكم حتى ما تأثر على التسلسل وإن شاء الله بالأيام القادمة سؤال المتحان حل أول ما حلته قلت M نفرض أحد جذرين M نفرض الجذر الآخر L وإنه كتبت M يساوي 2 L وكملت الحل طلع الناتج صح بس هذه الطريقة هل هي علميا صحيحة أم لا ماكو مشكلة يعني هذا سؤال الوزاري الوزاري كتبت يعني نفرض M نفرض L قول كتبت M يساوي 2 ماكو مشكلة صحيح شكرا إذا نسه هنا اليوم عندنا ما تبقى من الرسم الهندسي التمثيل البياني التمثيل الهندسي للأعداد المركبة أو ما تسمى بأشكال أرجاند الدرس الماضي كان آخر شي أخذنا اتعلمنا شلون أمثل العدد المركب على شكل أرجاند وإذا ردت أذكركم يعني مثلا العدد المركب 3 ناقص 5 يطيني عدد 3 ناقص 5 آي أنا سأسميه Z 3 ناقص 5 آي ويقول لي يمثل كل من العدد ومرافقه ونظيره الجمعي على شكل أرجاند إذن العدد Z 3 ناقص 5 آي المرافق مات إذن سأكتبه بهذه الصورة 3 زائد 5 آي والنظير الجمعي اللي هو سالب Z سأصير سالب 3 زائد 5 آي كل من أريد أريد أمثل على شكل أرجان أحدد كنقطة أحدد كنقطة اعتيادية الثلاثة خمسة وين صايرة إذا هنا آآ شوية أطول المحورين على مود هنا تكون القياسات أكثر دقة ورح أجي أحسب ثلاثة خمسة إذن هنا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هنا أيضا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة زائد من أريد أحدد ثلاثة سالب خمسة هنا رح تكون ثلاثة سالب خمسة رح أجي أوصل قطعة مستقيم موجهة تبدأ من نقطة الأصل إلى هذه النقطة قلنا هنا نخلف مصطرة وتنتهي بهذه النقطة هذه رح أسميها في ز ز ثلاثة خمسة رح تكون هنا ثلاثة خمسة أيضا قطعة مستقيم موجهة من نقطة الأصل إلى هذه النقطة هذه رح أقول عليها في مرافق الز ثلاثة خمسة رح تكون أيضا رح تكون هنا وقطعة مستقيم موجهة من نقطة الأصل إلى هذه النقطة رح أقول عليها في سالب ز هذا الحج لأخذنا درس الماضي اليوم رح نتعلم شلون نجمع عدديا مركبيا وشلون نطرح عدديا مركبيا على شكل أرجان إذن أريد تجون ويا ورح نروح إلى الملزمة ورح نشوف السؤال شلون يكون والملاحظة اللي رح نأخذها عليها أريد تكتبوا لي المثال التالي تكتبوا لي المثال التالي نعطيني زت وان يساوي ثلاثة زاد أربعة اي وزد واحد ناقص اثنين اي ويقول لي مثل على شكل أرجان كل من زت وان زاد الزت وزت وان ناقص زت زين شلون رح أجي أمثلها أريد تكتبوا لي السؤال ورح نجي نتعلم سوى طريقة التمثيل الدقيقة ركزوا يا الزت وان هو ثلاثة زاد أربعة اي الزت واحد ناقص اثنين اي مباشرة رح أجي أجمعهم جمع تيادي رح أقول زت وان زاد زت هذا شرح يساوي ثلاثة زاد أربعة اي زاد واحد ناقص اثنين اي ويساوي اربعة زائد اثنين اي بمجرد أن أحسب الجمع جبريا رح أجي أشير ثلاث نقاط النقطة الأولى أقول عليها بي زت وان منو اللي هي ثلاثة اربعة حولتها من صيغة جبرية إلى صيغة ديكارتية ورح أقول بي زت يساوي واحد سالب اثنين ورح أقول بي زت وان زائد زت هذا رح يساوي اربعة اثنين تجمع باستخدام أشكال أرجان باستخدام شكل أرجان ركزوا إيا كل زيان رح أشر النقطة الأولى النقطة الأولى ثلاث أربعة واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث أربعة إذن النقطة الأولى هنا آية ثلاث أربعة زيان واحد سالب اثنين رح تكون هنا إذن أشرت النقطة الأولى والنقطة الثانية شي يقول لي هنا أرجان يقول لي أريدك توصل قطعة مستقيم موجهة من نقطة الأصل إلى كل من النقطة يعني هنا رح تكون العملية بهذه الصورة إذن هاي قطعة المستقيم الموجهة الأولى وهاي قطعة المستقيم الموجهة الثانية وأثبت الاتجاه يمي أثبت الاتجاه هذه شي تمثل هذا تمثل البي زت وان وهذه ش تمثل تمثل بي زت و لإيجاد ناتج الجمع ناتج الجمع بيانيا إذن هنا عندي طريقتين أكو طريقة علمية وأكو طريقة المتعجزين أكو طريقتين طريقة علمية وطريقة المتعجزين الطريقة العلمية تقول أريد منك من نهاية القطعة الأولى ترسم لي قطعة موجهة توازي الثانية وبنفس الطول ومن نهاية الثانية ترسم لي قطعة موجهة توازي الأولى وبنفس الطول عندها يكون ناتج الجمع هو نقطة الالتقاء إذن هذه الطريقة العلمية لكن بعضكم رح يقول لي هذه الطريقة العلمية لا تخلو من صعوبة شلون؟ يقول شلون أنا أقدر أضمنها توازي أخاف شوية صارت مايلا هيشي أخاف شوية صارت مايلا شلون أنا أضبطها توازي يعني بالعين المجردة أخاف نظري مو كلش دقيق أقول لك هنا الطريقة العلمية هيش تقول لكن أكو طريقة أخرى هي طريقة المتعجزين شنو طريقة المتعجزين؟ تقول لك ثبت ناتج الجمع واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ناتج الجمع هو هذا وتروح توصل ويا ناتج الجمع يعني معناها من النهاية تجي لي هنا وأيضا من نهاية هذه تجي لي هنا إذن وين رح يلتقون هذا هو يمثل الجمع ومهم جدا ورما تكمل هذه العملية لازم تقفل القطر القطر لازم يبدي من نقطة الأصل إلى نقطة الالتقاء من نقطة الأصل إلى نقطة الالتقاء وأيضا تثبت لي الاتجاه ما تم هذا شو تقول عليه؟ هذا تقول بي زتوان زائد زتوان إذن هذا اللي جمع عدديا مركبيا تسوينا هسا جمعنا جبريا وأشرت ثلاث نقاط اللي هي بي زتوان وبي زتو وبيه للجمع اللي ثبتت بي زتوان وبي زتو كل وحدة منهم وصلت قطعة مستقيم موجهة ابتداء من نقطة الأصل وبعديا ثبتت الجمع ناتج الجمع وكملت رسم متوازل أضلع وقفلت القطر مات خلاص هذا من يريد يوزع للدرجة بالامتحان الوزاري هذه يطيني عليها ثلاث درجات وهذه يطيني عليها سبع درجات هاي من أريد أجمع عدديا مركبيا لكن من أريد أطرح عدديا مركبيا من أجي على أرجان أقول لي أطرح لي زتوان ناقض زتو يقول لي أنا ما أعرف شنو طرح أنا عندي العمليات على الأعداد بس اثنيا جمع وضرب يقول لي لا شو احنا بزمننا أربعة جمع وطرح وضرب وقسمة يقول لا متوهمين انتو هنا زمن المدللين احنا بزمننا يقول الطرح هي حالة من الجمع أحول الطرح إلى جمع وأجمع إذن الطرح هي مو عملية أساسية الأساسية هو الجمع وحتى القسمة يقول أحولها إلى ضرب إذن العمليات الأساسية هي الجمع والضرب أقول لي سألت دوقني سأقول لي أنا أريد زتوان ناقض زتو يقول راح أحولها إلى جمع يعني راح يصير زتوان زائد سالب زتو يعني معناها ايش راح يصير عندي ثلاثة زائد أربعة آي هذا الزتوان زائد سالب زتو يعني معناها سالب واحد زائد اثنين آي الجواب راح يصير عندي اثنين زائد ستة آي زين أقول له وبعدي يقول اللي راح أثبتها على الرسم هي البي زتوان اللي هي منه البي زتوان اللي هي ثلاثة أربعة وبعد وبي سالب زتو اللي بعد ما قلبت الطرح إلى جمع اللي هو سالب واحد اثنين ويقول آخر شي راح أجي أثبت البي زتوان ناقل زتو اللي هي منه اللي هي راح تكون اثنين ستة وبعديا يقول راح أشتغل نفس الشغل القديم اثلاثة أربعة وين صار ثلاثة أربعة اذا هنا بنفس الترتيب راح أحسب واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة صار هنا اللي هي في زتوان زين في سالب زتو سالب واحد اثنين يقول صار هنا وبعديا يقول راح أجي أوصل لكل وحدة منهم قطعة مستقيم موجهة بدءا من نقطة الأصل إذن وصلت الأولى وصلت الثانية أبد ما أنسى أخلي الاتجاه زين هادي شرح أسميها أسميها بي زتوان هادي شرح أسميها أقول بي سالب زتو زين حسب طريقة المتعالزين اثنين ستة وين صار هنا إذن اثنين احسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن اثنين ستة صار هنا شرح أسوي هسه راح أجي أكمل رسم متوازي الأضلاع بنفس الأسلوب اللي تعلمناه قبل شوية وقلنا أبد ما أنسى لازم أقفل قطر متوازي الأضلاع ابتداء من نقطة الأصل إلى نقطة الالتقاء ورح أجي أثبت الاتجاه مات وهذا راح أقول بي زتوان ناقض زتو إذن ما هو الفرق بين جمع عدديا مركبيا على شكل أرجاند وطرح عدديا مركبيا على شكل أرجاند الفرق بسيط جدا في حالة الجمع أثبت البي زتوان وبي زتو وأقفلهم ببي للجمع أما في حالة الطرح أثبت البي زتوان وبي سالب زتو وأقفلهم ببي للطرح إذا أطلب مني بالامتحان زتو ناقض زتوان راح أثبت البي زتو وبي سالب زتوان وبعدين أقفلهم بالطرح هسا أريد أطيكم مجال فد ثلاث دقائق وعلى كيف كنترسمون هذا الرسم على مودي يكون الرسم مرتب وياريد تستخدمون المصدر على مودي هنا يصير عدكم تمرين على طريقة الرسم زيب هسا هذه الحالة الأولى هل بالضرورة أريد هنا أكمل الشرح وبعدين إذا عدكم أي سؤال أحجبكم إن شاء الله هل بالضرورة أن يكون ناتج الجمع أو ناتج الطرح عبارة عن متوازي أضلاع لا ليس بالضرورة مو بالضرورة أن يكون متوازي أضلاع أستهنال وأروح إلى الملزمة وأخذ لي سؤال آخر إذن هنا بالملزمة صفحة تسعة وأربعين ويدا يقول لي إذا كان زت وان يساوي واحد زائد آي زت اثنين زائد اثنين آي جد ناتج على شكل أرجان زت وان زائد زت وزت وان ناقص زت و هذا السؤال سأجي أشرحه من خلال الملزمة وبعدين حتى نثبت ملاحظة ثلاثة زت وان سأسألف عليها بعد شوية لو تيجي تباوع الرسم الأول الزت وان هو واحد زائد آي يعني معناها بي زت وان هو واحد واحد الزت تو هو اثنين زائد اثنين آي يعني بي زت تو هو اثنين اثنين والزت وان زائد 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 هو ثلاث زائد ثلاث آي يعني البي زت وان زائد زائد تو هو ثلاث ثلاث اذا من اجي اوصل الواحد واحد وي من نقطة الاصل اثنين اثنين من نقطة الاصل انطبقت على الواحد واحد ثلاث ثلاث من نقطة الاصل انطبقت على الواحد واحد واثنين اثنين إذن معناها الشكل المتكون صار مستقيم ولو أجي أشوف الزتوان ناقص زتو البي زتوان هو واحد واحد وبي سالب زتو هو سالب اثنين سالب اثنين شوف نفس الطريقة من أوصل من نقطة الأصل إلى الزتوان من نقطة الأصل إلى السالب زتو هم كونت مستقيم على نفس الاستقامة ولكن باتجاهين متعاكسيا زتوان ناقص زتو على نفس الاستقامة مالتهم يعني رح أوصل إلى قناعة واكتشاف واستنتاج بأن لجمع أي عددين مركبين على شكل أرجان يكون ناتج الجمع الشكل المتكون هو أما متوازي أضلاع أو مستقيم هس هنا بالملزمة نعطيك الشرح التالي لإيجاد ناتج جمع عددين مركبين بيانيا من أقول لك بيانيا يعني على شكل أرجان نقوم بتحويل كل منهما إلى الصيغة الديكارتية ثم نثبته على المحورين الإحداثيين يعني معناه شنو البيزة وان والبيزة تو البي اكس والبي واي ثم نصل متجه بدايته نقطة الأصل ونهايته تلك النقطة ثم نرسم شوف هاي الطريقة العلمية من نهاية القطعة المستقيمة الموجهة الأولى متجه يوازي المتجه الثاني وبنفس الطول ومن نهاية المتجه الثاني نرسم متجه يوازي المتجه الأول وبنفس الطول فيكون ناتج الجمع هو نقطة التقاء المتجه ويكون الشكل المتكون اما متوازي اضلاع او مستقيم ثم نصلها يعني ناتج الجمع بقطعة مستقيم موجهة من نقطة الأصل الى نقطة الالتقاء قلنا هاي الطريقة العلمية طريقة السريعة هاني رح اثبت ناتج الجمع وبعدين اما اكمل مستقيم او اكمل رسم متوازي اضلاع في حالة الطرح زتوان ناقص زتو قلنا اسويها زتوان سالب زتو ونعيد العملية السابقة ولكن بالنسبة لعملية الجمع يعني شنو بالنسبة لعملية الجمع يعني اثبت البي زتوان وبي سالب زتو وبعدين اكمل رسم مستقيم او متوازي اضلاع مع البي زتوان ناقص زتو وشنو كان سؤالكم شنو كان السؤال ما لكم بابا بالنسبة للسؤال الجو شنو ناقص ناقص صوتك بالنسبة للسؤال الجو احنا من ناقص اكثر من اللون بالوزار بالوزار يعني هنا سوى اسود اذا انا مسألك الوان على توضح الفكرة لا لا انا سويها الوان لك حتى تميز لكن بالوزار لا هو ما يحتاج ان تعلم شون انت رسمت ويعرف الرسم انت اش راح يصير فانت اكيد راح ترسم بلون واحد فقط شكرا استاذ اذا نس هنا صار عندي حالة اولى وحالة ثانية طبعا هذا اللي قرأنا لكم قبل شوية تردون تكتبوا بالدفتر تردون تقروب الملزمة ما عندي مشكلة المهمة تفهموا الحالة الثالثة والمهمة جدا اذ قول لإيجاد ناتج ضرب اي عدد مركب بعدد حقيقي بيانيا نقوم بتحويل ذلك العدد المركب الى صيغته الديكارتية ثم نضرب كل من جزئيه الحقيقي والتخيلي بذلك العدد الحقيقي ويكون رسم ناتج الضرب بشكل امتداد المتجه الاصلي بأحد الاتجاهين وعلى نفس الاستقامة يعني شنو معناها خلي الروح ناخد الناف السؤال على مود نفهم الفكرة اريدك تكتبو ايا اذا كان اكتبو ايا اذا كان ذات يساوي واحد زائد اثنين اي مثل كل من اثنين زات وسالب ثلاثة زات على شكل ارجع زين شو رح امثل هم رح اجي الزت اعيد كتابته رح اقول زت يساوي واحد زائد اثنين اثنين زت هذا شي يساوي الثنين رح تنظر مرة بالاول مرة بالثاني رح يصير اثنين زائد اربعة اي سالب ثلاثة زت رح ساوي سالب ثلاثة سالب ثلاثة فيه واحد سالب ثلاثة ناقص ستاي كل واحد من دوله حوله الى نقص اذا رح اقول بي زت يساوي واحد اثنين و رح اقول بي اثنين زت يساوي اثنين اربعة و رح اقول بي سالب ثلاثة زت يساوي سالب ثلاثة سالب ست زين هسا رح اروح الى المستوي الاحدى شلون رح اجي امثلهم دول اكلهم شوف التقسيمات رح اغيرها رح ازغر الوحدات الوحدات رح ازغرها من اريد اثبت الواحد اثنين شوف الواحد اثنين وين صير واحد اثنين رح اوصل قطعة مستقيم موجهة من نقطة الاصل اذا 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 هذه قطعة المستقيم الولى واحد اثنين من اريد اثبت اثنين اربعة وين رح اصير اثنين اربعة اثنين وهذه رح تكون اربعة من اجي اوصل قطعة مستقيم موجهة من نقطة الاصل الى هذه النقطة يفترض تكون امتداد الاصلية يعني فوقها مباشرة زين سالب ثلاث سالب ستة وين صار سالب ثلاث سالب ستة احسب واحد اثنين ثلاث اي سالب ثلاث واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة يعني معناها النقطة صار في الصورة هذه ايضا ارسم قطعة مستقيم موجهة من نقطة الاصل الى هذه النقطة اذا ايش رح تكون امتداد الاصلية شوف اول وحدة صارت هذه ثاني وحدة صارت هذه ثالث وحدة هذه هذا رح اقول علي ب ز هذا رح اقول علي ب اثنين ز وهذا رح اقول ب سالب ثلاث ز اذا شنو الملاحظة مات تقول اي عدد مركب من اريد اضرب في عدد حقيقي يكون ناتج الضرب هو امتداد العدد الاصلي اما بنفس الاتجاه او عكس الاتجاه تشوف هنا الز من ضربته في اثنين صار امتداد العدد الاصلي بنفس الاتجاه لكن من ضربته في سالب ثلاث صار امتداد العدد الاصلي ولكن بعكس الاتجاه اذا هذه الملاحظة الثانية مالتنا وأريدك تحاول ترسمها على كيف إذن إذا نسى هذا موضوع التمثيل الهندسي انتهى وهذه الثلاث نقاط قلت لك تقراها ابتماعهم اللي سوينا اليوم والواجبات اللي راح تكون عليكم يا ريت لو تركوا لي في هذه ثلاث صفحات بدفتركم صفحة خمسين وواحد وخمسين صفحة خمسين وواحد وخمسين تركوا لي ثلاث صفحات بالدفتر لحل هذه الواجبات وقلنا هذه الواجبات هي ثلاث احتمالات أما يطيني عدد ويريد مني العدد ونظيرة جمعي والمرافق أو يقول لي اجمعوا اطرح أو يقول لي اضروا في عدد حقيقي إذن هذا الموضوع بعد ما يتحمل أكثر من هذا وهو موضوع يعتبر موضوع سهل وهس الروح إلى الموضوع الأساسي جدا كتبوا ياي الصيغة القطبية للعدد المركب ورغمات تركوا لي هذه ثلاث صفحات كتبوا لي الصيغة القطبية للعدد المركب وإذا أكو يانا حاليا حاضرين متميزين فأنا لأن محاضرتهم الأصلية هي باتشر كتبوا لي هنا بولر فر قبل ما نسولف على الصيغة القطبية للعدد المركب لازم نتفق على مجموعة من الأمور اللي يفترض ما أخذيها بالصف الخامس والصف الرابع اللي كل شهوية رح نحتاجها بالصف السادس وأنا متفق إياكم من أولى المحاضرات قال لكم أي أساسيات رح نحتاجها لكل موضوع فإحنا رح نسولف هذه الأساسيات ورح أعتبركم أنتم ما سامعين بيها نهائيا أسولفها بشكل تفصيلي يلا ندخل بهذا الموضوع ومن بين هذه الأساسيات هو الجدول اللي رح أشوفه أمامك الآن الجدول موجود بالمزمة ولكن نريد أن نسولف على هذا الجدول الزوايا به قراءة أكو القياس الستيني للزاوية يكون بدلالة الدرجة وأكو القياس الدائري للزوايا بدلالة الفاي إذن واحد أسميه قياس ستيني وواحد أسميه قياس دائري والدورة الأولى للزوايا تكون صفر وفوق إلى قبل الـ 360 درجة من بين دنيا الـ 360 زاوية أكو سبعة منها تسمى زوايا خاصة الزوايا الخاصة منه الصفر والـ 30 والـ 45 والـ 60 والـ 90 والـ 180 والـ 270 وفوق كل وحدة منهم أكتب درجة يعني بيصير أكتب 30 وأسكت إذا 30 وأسكت يعني أقصد بها دائري بها مشاكل إذن هنا صفر 30 درجة 45 درجة إلى الـ 170 درجة ذن الزوايا السبعة لازم كل وحدة من عدهم حافظين الساين والكو ساين هل ستان خلي نأجلها اليوم نحتاجها بس اليوم نأجلها التان هو ساين على كو ساين لكن اليوم ما يحتاجها أي وحدة من ذن الزوايا السبعة لازم حافظين الساين والكو ساين مالتها الخمسة واربعين درجة الساين والكو ساين مالتها واحد على جدر الثانية هاي ما عندي بيها مشكلة الساين والكو ساين واحد على جدر الثانية المفروض ما تننسي التلاثين والستين واحدة عكس الثانية ساين التلاثين درجة نص والكو ساين جدر ثلاثة على الثانية في حين الستين درجة الساين جذر ثلاثة على اثنيا والكواساين هو نص لثلاثين درجة تقابل زاوية قياسة باي على ستة بالقياس الدائري الخمسة واربعين درجة تقابل الباي على أربعة والستين درجة تقابل الباي على ثلاثة وهكذا الباي على اثنيا والباي والثلاثة طاية على اثنين والثنين طاية كل وحدة من ذني الزوايا السبعة لازم اطبعوها بدماغكم قراءتها بالستيني وما تقابل من قراءة بالقياس الدائري ليش؟ لأن شغلنا بالسادس كله يعتمد على القياس الدائري التعامل مع الستيني أسهل لكن بالسادس شغلوية الدائري حتى تكون العملية سهلة رح أحكي بالشفرة يعني أقول ثلاثين درجة بس أكتب باي على ستة أقول خمسة وأربعين درجة بس أكتب باي على أربعة أقول ستين درجة بس أكتب باي على ثلاثة وهكذا إذن المفروض السوية يحفظتوها قلت لكم أنا أحكتبوا بين هذه أنتم مسامعين بي نهائيا المفروض حفظتو إياي الخمسة وأربعين درجة الباي على أربعة الساين والكوساين ما لتا واحد على جدرة الثلاثين درجة باي على ستة الساين نص والكوساين جدر ثلاثة على ثلاثة الساين درجة والباي على ثلاثة بالعكس بقد عندي الصفر والتسعين درجة والمية وثمانين درجة والميتين وسبعين درجة هذا شلون أجي أحفظها مع فهم حفظ مع فهم أن طريق مقطط هذا أسميه دائرة الوحدة ركزوا إياي كل الزين على هذه المعلومات المهمة جداً الزاوية الصفر صار على يمين الفوق باي على ثلاثين اليسرى باي الأسفل ثلاثة باي على ثلاثين تعرفون بأن أي نقطة تقع على محور السينات يكون الواي مالتها صفر وأي نقطة تقع على محور الصادات يكون الأكس مالتها صفر إذن هذه من المسلمات أي نقطة تقع على محور السينات يكون الواي مالتها صفر وأي نقطة تقع على محور الصادات يكون الأكس مالتها صفر زيان عندي سينات موجب وسينات سالب وعندي صادات موجب وصادات سالب إذا ردت أأشر أربع نقاط تبعد كل منها عن نقطة الأصل بمقدار واحد إذن هذه هي واحد صفر هذه سالب واحد صفر هذه صفر واحد وهذه صفر سالب واحد أي وحدة من ذن النقاط الأربعة تسمى نقطة مثلثية السيني مالتها كوساين والصادي مالتها هو ساين السيني مالتها رح يصير كوساين والصادي مالتها ساين إذن ذول النقاط كلهم كل وحدة من ذن النقاط المثلثية السيني مالتها كوساين والصادي مالتها ساين يعني شنو ساين الصفر هو صفر والكوساين واحد ساين التسعين درجة واحد والكوساين صفر ساين المية وثمانين درجة صفر والكوساين سالب واحد ساين الميتين وسبعين درجة سالب واحد والكوساين هو صفر إذن هذا المخطط لازم يبقى بالبالي ينطبع بذهني يعني بالامتحان جدتك الزاوية باي على ثنين رأسا ترفع رأسك إلى الأعلى تروح بباوع السقوف راح تدقى داشو بالسقوف الزاوية باي على ثنين يعني النقطة صفر واحد الكوساين صفر والساين واحد جدتك ثلاثة باي على ثنين راح تباوع للأسفل تقول النقطة صفر سالب واحد جدتك باي تباوع على يسرى جدتك صفر تباوع على يمنى لذلك هذا المخطط أريدك تكتبه هسا هنا اش أريد منكم تكتبون أريد أطيكم مجال فدي هنا خمس دقائق تكتبوا لي هذا الجدول ووراها تكتبوا لي هذا اللي موجود أمامكم هذه المحورين ترسموها مرتيا اليمنى هي دائرة الوحدة واليسرى راح أشرحها بعد ما تخلص الخمس دقائق ازيان هسا وراء ما كتبتوا لي دائرة الوحدة وهذا المخطط اللي موجود على اليسار شنو معناه هذا أيضا كل شهواية راح نحتاجه من راح عبر عن الزوايا بالأرباع الأربعة الساين راح أحتي فقط على الساين والكوساين والتاني دولة الثلاثة الربع الأول الكل موجب الربع الثاني الساين فقط موجب الربع الثالث التان فقط موجب الربع الرابع الكوساين فقط موجب حتى ما أنساها أكو كلمة تقرأ أستك هذه بالإنجليزي ما لها معنى أستك بالإنجليزي ما لها معنى لكن بالرياضيات لها معنى الساينة من أريد أكتبها بهذه الصورة إذن هنا راح أقول أستك بالإنجليزي ليس لها معنى لكن بالرياضيات لها معنى الربع الأول الكل موجب إذن هذا الأول الربع الثاني الساين فقط موجب حرف S الربع الثالث التان فقط موجب حرف T الربع الرابع هذا الثالث كان الربع الرابع الكوسين فقط موجب الحرف C الزوايا اللي كتبناها قبل شوية الزوايا السبعة اكو اربعة من عدهم سميناهم زوايا محورية الصفر والباي على اثنيان والباي والثلاثة باي على اثنيان سميناهم زوايا محورية الباقية أكو الثلاثين والخمسة وأربعين والستين اللي سمناها باي على ثلاثة باي على ستة و باي على أربعة و باي على ثلاثة إذن هذه زوايا ربعية يعني صاير بداخل الربع أكو زوايا محورية وأكو زوايا بداخل الربع إذن هنا التلاثين مثلا صاير بها الصورة هذه الخمسة وأربعين مثلا صاير بها الصورة هذه الستين مثلا صاير بهذه الصورة وكلها بالربع الأول ذن التلاثين درجة والخمسة وأربعين درجة والستين درجة لها صور بالربع الثاني والثالث والرابع لذلك رح تجيني زوايا مثلا يقول لي 5π على 6 7π على 4 مثلا إذن هذه زوايا تقع بالربع الثاني بالربع الثالث بالربع الرابع إشارات الدوال الدائرية بالأربع الأربع تعلمنا هذا النية طريقة التعبير عن الزوايا بالأربع الأربع أكوف الشيء رح نتفق عليه اسمه S اللي هو زاوية الإسنات من أقول لك S أقصد بيها زاوية الإسنات أي زاوية بالربع الأول تستند على نفسها الثيتر تساوي S بالربع الثاني من عندك مثلا 150 درجة هذه رح أقول عليها 180 درجة ناقص 30 درجة إذن هذه 150 درجة رح تستند على الثلاثين الميتين وعشرة درجة رح تستند على الثلاثين ولكن بالربع الثالث لثلاثمية وثلاثين درجة تستند على الثلاثين ولكن ربع رابع الربع الأول يقع بين الصفر والتسعين الربع الثاني يقع بين التسعين والمية وثمانين كلها بدلالة الدرجة الربع الثالث يقع بين المية وثمانين والميتين وسبعين درجة والربع الرابع يقع بين الميتين وسبعين والثلاثمية وستين درجة لذلك من أجي أسألف لك على الزاوية هذه الزاوية مثلاً أقول لك ميتين وخمسة وعشرين تقول لي هذه الميتين وخمسة وعشرين درجة ما طول صايرة بين المية وثمانين والميتين وسبعين يعني معناها صايرة بالربع الثالث رح أقول عليها مية وثمانين زائد خمسة واربعين درجة إذن أنت لازم تعرف الربع الأول شنو الحدود ماتة الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع الأول حدوده بين الصفر والباي على الثنين الربع الثاني حدوده بين الباي على الثنين والباي الربع الثالث حدوده بين الباي والثلاثة باي على الثنين والربع الرابع حدوده بين الثلاثة باي على الثنين والتو باي فهس هنا أريد أسأل سؤال أقولكم ميتين واربعين بيا ربع صايرة من خلال الحج سمعتوا من عندي الميتين واربعين بيا ربع صايرة نعم عباس ميثم عندك مشكلة بالصوت عباس بين المية وثماني والميتين وسبعين يعني ربع ثالث ما طل ربع ثالث رح أسميها مية وثمانين زائد قد تطلع ميتين واربعين زائد ستين إذن الاسناد مالته هو ستين درجة زين ثلاثمية وخمسطعش من يقول لي بيا ربع صايرة طيبة أحمد ربع رابع ربع رابع زين طريقة للتعبير عن الربع الرابع ثلاثمية وستين ناقص ناقص قد تطلع ثلاثمية وخمسطعش ناقص خمسة واربعين درجة إذن لثلاثمية وخمسطعش تستند على الخمسة واربعين درجة لكن أنا هنا ما رح أسولف في الدرجات رح أسولف بدلالة الباي ما رح أقول مية وثمانين ناقص أقول باي ناقص الاس الربع الثالث أقول باي زائد الاس الربع الرابع أقول 2π ناقص الاس إذن هذا من كتبناه الس رح نجي ندخل مباشرة إلى موضوع الصيغة القطبية للعدد المركب أريد تكتبوا لي هذا الحكي حتى وراء أسولكم على الصيغة القطبية بشكل تفصيلي الآن هذا اللي موجود أمامكم رح نتفق على مجموعة من المصطلحات رح أطيكم عدد مركب بصيغة الجبرية أطيكم عدد مركب بصيغة الجبرية وأريد منكم مطلبيا المطلب الأول أقولكم جدل مقياس والمطلب الثاني أقولكم جدل قيمة الأساسية للسعة إذن مصطلحين هسا رح نتفق عليها نحاول نفهمها سواء أطيكم عدد بصيغة الجبرية وأريد منكم مطلبيا المطلب الأول أقولكم جدل مقياس المقياس والمطلب الثاني أقولكم جدل قيمة الأساسية للسعة المقياس وموديولاس 10 تكتب لي هالسعة بالإنجليزي يسموها argument لذلك يأخذون أول ثلاث حروف من عدها أي RG إذن هذه مقتصر argument Z فإذا إجاني هذا الرمز أو إجاني هذا الرمز هذا السعة زين منه هذه السعة تحقق هذين القانونين طبعا هذا يساوي هذا يساوي ما إذن تحقق القانونين كوساين ثيتا يساوي X على R وساين ثيتا تساوي Y على R هل ستقولون الطينة فالسؤال ألمود الصورة تكون واضحة عندنا أقولكم هنا هذا حق من حقوقكم فكتبوا لي مثال جد المقياس والقيمة الأساسية للسعة للأعداد المركبة التالية جد المقياس والقيمة الأساسية للسعة للأعداد المركبة التالية أول هذه الأعداد إذن الصفحة الرجعها على التخطيط الاعتيادي أول هذه الأعداد رح أجي أقول Z يساوي واحد ناقص جذر ثلاث أي رح أشرح هذا السؤال شرح تفصيلي ووراها رح أطيكم سؤال أنتو تحلوا وقبل هذا كله رح أرجع للملزمة وهذا المخطط رح أخليه قدام عيني إذن هذا المخطط رح نخليه قدام عيني السهنة رح أأخذ له صورة وأجيب أيا لهذه الصفحة أول عملية أسويها أحول العدد المركب من صيغة الجبرية إلى شكل أرجانت يعني إش رح يصير عندي رح يصير في Z يساوي واحد فارز سالب جذرة الآخر هذا يمثل X وهذا يمثل Y قانون المقياس شنو اتفقنا R يساوي جذر X تربيع زائد Y تربيع رح عوض تعويض مباشر واحد تربيع هذا واحد سالب جذر ثلاثة تربيع هذا ثلاثة واحد زائد ثلاثة أربعة وجذر الأربعة يساوي اثنين اذن هاي المرحلة الأولى حسبنا المقياس يطيني عدد بصيغة جبرية احول الى شكل أرجانت على مدعرف X والY واكتب قانون المقياس جذر X تربيع زائد Y تربيع وعوض تعويض مباشر هاي المرحلة الأولى المرحلة الثانية رح أجي أقول كوساين ثيتا تساوي X على R وجواها رح أقول ساين ثيتا تساوي Y على R قانون كوساين ثيتا X على R وساين ثيتا Y على R أعوض مكان X بما يساويها واحد والR طلع عندي اثنين أعوض مكان الY بما يساويها سالب جذر ثلاثة والR ما لتثنين إذن صار عندي لحد الآن ثلث خطوات الخطوة الأولى حصلت المقياس الخطوة الثانية كوساين ثيتا X على R وعوضت الخطوة الثالثة ساين ثيتا Y على R وعوضت مزيان الخطوة الرابعة إش عندي إشارة سالبة ظهرت أمام عيني أعتبرها ما كو إش عندي إشارة سالبة أعتبرها ما كو اليوم رح أجي أوزع لكم نظارات خاصة هذه النظارة من تلبسوها كل شي يشوفون بالدنيا باستثناء الإشارة سالبة ما تشوفوها هس أريدكم تلبسون هاي النظارة من أقولكم هذا إش دا شوفو تقولون دا نشوفها نص هذا إش دا شوفو تقولون جذر ثلاثة على اثنين إذن تقولون يا زاوية بالجدول الكوسين مالتها نص والسين مالتها جذر ثلاثة على اثنين من أروح للجدول يا زاوية الكوسين مالتها نص والسين مالتها جذر ثلاثة على اثنين إذن الزاوية باي على ثلاثة هذه باي على ثلاثة أسميها زاوية الإسنات إذن إش راح أقول إس هنا راح أقول إذن زاوية الإسنات هادي شنو هادي راح أقول عليها باي على ثلاثة شلون يحسب زاوية الإسنات جردتها من الإشارة السالبة أروح للجدول يا زاوية الكوس مالتها نص والساين جذر ثلاثة على ثلاثة طلعت لي باي على ثلاثة لو كان بالعكس لو هذا جذر ثلاثة على ثلاثة وهذا نص شان قلت باي على ستة لو اثنين آتم واحد على جذر ثلاثة شان قلت باي على أربعة طيب حسب الزاوية إيجاد السعة رح أقول ثلاثة تساوي هسا النظارة بعد رح ذبها رح أكتشف بأن الكوس موجب والساين سالب وين رح أرجع رح أرجع للمخطط اللي شفناه هسا في أي ربع يكون الكوس موجب والساين سالب بالربع الرابع طريقة التعبير عن الربع الرابع هو 2π ناقص اس إذن مباشرة رح أقول الثيتة هي 2π ناقص π على ثلاثة واحد مقامات الثلاثة تنظر بالاثنين π يصير 6π يعني معناها 6π ناقص π على ثلاثة اللي هو 5π على ثلاثة تذكرون أيام زمان بالتوحيد مقامات والأعداد المركبة من قلت لكم إذا عندي هنا مقام وهنا مقام قلنا المقامين أضربهم وكل مقام ينضرب ببسط الجيران هذا سويت هذا السؤال إذن هذه الثيتة 5π على ثلاثة هذا شو تمثل هاي تمثل السعة بل تمثل القيمة الأساسية للسعة إذن كم مرحلة عندي هسا عندي هنا خمس مراحل المرحلة الأولى أحسب المقياس المرحلة الثانية كوساين ثيتا X على R وعوض المرحلة الثالثة ساين ثيتا Y على R وعوض المرحلة الرابعة أجردهم من الإشارة لإيجاد زاوية الإسنات المرحلة الخامسة أرجع الإشارة السالبة إن وجدت إذا أصلا ماكو إشارة سالبة ثم موجبات فالثيتة هي نفس زاوية الإسنات باي على ثلاثة في هذا سؤال إذا الساين موجب والكوساين سالب يعني ربع ثاني أقول الثيتا تساوي باي ناقص زاوية الإسنات يعني معناها 2 باي على ثلاثة إذا 2 أتم سالب يعني ربع ثالث راح أقول الثيتا تساوي باي زائد زاوية الإسنات اللي هي 4 باي على ثلاثة وإذا الكوساين موجب والساين سالب فرح أصير 2 باي ناقص زاوية الإسنات اللي هو وإذا أكو سؤال تفضلوا سئلوا إذا أكو سؤال نعم نعم تفضل سؤال طالب المقياس والقيمة الأساسية سؤال طالب علي سؤال طالب أيضا المقياس والقيمة الأساسية هذا 5 باي على 3 تمثل القيمة الأساسية للسعة القيم الأخرى للسعة حسب ما كتبنا قبل شوية القيم الأخرى للسعة إذا أرادها مني بالسؤال هي القيمة الأساسية لحصلتها واكتب موجب أو سالب 2N5 ما فيديوم رائد مني قيم أخرى للسعة ولكن هذه القيمة الأساسية تقع ضمن الدورة الأولى القيم الأخرى ممكن تقع ضمن الدورات الثانية ثالثة الرابعة أو ضمن الدورات السالبة هذه القيم الأخرى للسعة هذه بالنسبة للسؤال الأول وأريدكم تكتبون لهذا السؤال واتحلوا لي سؤال ثاني إذن ذات يساوي ناقص آي نعم شنو الخطوة الأخيرة قطوة الأخيرة الاشتراوة وشنين نحسب المقاس وبعدين نطلع زاوية الإصنات وخير شنو هنا زاوية الإصنات بعدين نحسب السعة حسب الربع أداء أشتغل به شلون أعرف بيه إذا ثنينات الموجبات ربع أول إذا الساين موجب والكوساين سالب ربع ثاني اثنيناتهم سالبات ربع ثالث الكوساين موجب والساين سالب ربع رابع هسه أريدك تحلي السؤال العليسرة وأطيكم مجال فالدقيقتي تحلوا لي السالب واحد ناقص آي ونفتح باب النقاش وراها حتى ننهي محاضراتنا لي يلا نبع أقول لنا شلون حل السؤال أول شي رح أحاول العدد إلى صيغة دي كارتيا سالب واحد معناها رح أقول بي زت يساوي سالب واحد سالب واحد نعم نقلع المقياس أقول R يساوي تحت جذر X تربيع زائد وي إذن R يساوي جذر X تربيع زائد وي تربيع يعني معناها حسنا طلع الكوساين ثيتة اكس على ار ايضا كوساين ثيتة قانونها اكس على ار يعني شي ساوي سالب واحد على جدر اثنين سالب واحد على جدر اثنين زيان والساين ثيتة اي واي على ار ويساوي سالب واحد على جدر اثنين ايضا واي على ار اللي هو ايضا سالب واحد على جدر اثنين زيان هسا راح اجي اجردها من الاشارة شنو زاوية الاسناد باي على الاربعة اذا زاوية الاسناد هي باي على الاربعة زيان في اي ربع يكون الكوساين مول الكوساين والساين سالبيا يعني من اجي ارجع للمخططة اللي اقلنا قبل شوية هنا الساين سالبي والكوساين سالبي ابي او ربع شو تقولي النبأ الربع الثالث الربع الثالث فقط اذا معناها الساين والكوساين سالبي اذا يا ربع الساين والكوساين سالبي طريقة التعبير عن الربع الثالث شنو كيف تساوي باي زاوية زاوية الاسناد اذا باي على الاربعة هسا قلنا المقامين اضربهم وكل مقام ينضرب ببسطة جيران يعني راح يزر اربعة باي زائد باي يعني معناها راح يزر خمسة باي على اربعة اذا هذه تمثل السعة او اقول القيمة الاساسية للسعة اذا اذا اكو شي مواضح تفضلوا سئله هذا اذا قل لي اريد المقياس والسعة اليوم شوية تحملونا فالدقيقتين بعدوا اياكم اذا قل لي جد المقياس والسعة خلاص السؤال لكن اذا قل لي جد الصيغة القطبية للعدد المركب امو كان ما يقول لي جد المقياس والسعة يقول لي جد الصيغة القطبية للعدد المركب قانون الصيغة القطبية أريدكم تحفظوه الس قانون الصيغة القطبية زت يساوي ر كوサينannie ثيتا زائد اي ساين ثيتا هذا قانون الصيغة القطبية ع كوサين ثيتا زائد اي ساين ثيتا الار هو المقياس والثيتا هي السعة يعني مباشرة اقول زت يساوي اثنيا بعد كوساين خمسة باي على ثلاثة زائد آي ساين خمسة باي على ثلاثة خلاص هاي الصيغة القطبية انتيحة للسؤال السؤال الثاني ايضا القانونة كتبة زت يساوي آب كوساين ثيتا زائد آي ساين ثيتا يعني معناها الزت يساوي الار هو جذر اثنيا كوساين طلع عندي خمسة باي على اربعة زائد آي ساين خمسة باي على اربعة نعم نعم استاذ بس هاي الصيغة رح نستخدمها مبرهنة ديموفر بالضبط هو انا داريت اهيئكم الى مبرهنة ديموفر رح ناخد الدرس الجاي اذا مبرهنة ديموفر تشترط وجود صيغة قطبية يلا اقدر اشتغل لذلك استهناه من اروح الى الملزمة استهناه سؤال الاول والثاني من صفحة 53 حسبنا المقياس والسعة ولكن هنا من اجي الصيغة القطبية اريدت كتبولي هذا القانون الصيغة القطبية للعدد المركب زت كتبولي اياه بدفتركم الصيغة القطبية للعدد المركب زت هي زت يساوي ر كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا الار هو المقياس والثيتا هي القيمة الاساسية للسعة يعني حتى اوصل الى الصيغة القطبية لازم امر بست مراحل المقياس كوساين ثيتا ساين ثيتا زاوية اسنات الثيتا واخر شيء الصيغة القطبية للعدد المركب واريد منكم ذني السؤاليا فقط واجب ذني السؤاليا فقط واجب اريدها منكم الدرس القادم التحويل الى الصيغة القطبية اذا السؤاليا هنا محلولة ولكن رح تجون اطبقوا لي الشروط مع الصيغة القطبية اذا هناك قلنا اذا شوفون كم مرة جاء بالوزاري اول واحد ثلاث مرات ثاني واحد خمس مرات اذا احول الى نقطة المقياس وبعدين كوساين ثيتا واعوض وبعدين ساين ثيتا واعوض وبعدين زاوية الاسنات بعد ما اجردها من الاشارة بعدين ثيتا حسب الربع اشتغل بي وبعدين زت يساوي ار كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا اذا اذن ذني السؤاليا اريدها منكم على الرغم من انها محلولة ولكن اتكتبوا لي بس السؤال وتحاولون اتحلوا وحدكم وتقارنون ويا هذه الصفحة الدرس القادم بدايتها رح يكون امتحان بصيغة قطبية اجيب لك عدد واتحولوا الى الصيغة القطبية وقبل ما انهي الجلسة اتكتبوا لي ملاحظة لا يمكن ايجاد الصيغة القطبية لأي عدد مركب الا اذا كان بصيغته الجبرية اكتبها مرة ثانية لا يمكن ايجاد الصيغة القطبية لأي عدد مركب الا اذا كان بصيغته الجبرية يعني سؤال الامتحان اللي رح يكون ان شاء الله يوم الثلاثة رح اجيب لكم عدد مركب بصيغة مجعمرة مو صيغة جبرية انتو تحولوا الى صيغة جبرية بعدين الصيغة الجبرية تحولوها الى صيغة دي كارتية او شكل ارجانت بعدين اتطبقوه لن الحالات الستة وصولا الى الصيغة القطبية من اجل الدرس القادم ان شاء الله رح ندخل الى مبارهنة ديموبر اليوم محاضرتنا كانت مطولة نوعا ما ولكن حجينا بها اكثر من فقرة فقرة المعادلة التربيعية فقرة اشكال ارجانت وفقرة الصيغة القطبية شكرا لحسن اصغعكم ولقاءنا ان شاء الله يوم الترس ترجمة نانسي قنقر